اشتركوا في القناة والبداية هتكون بأمر الله من منطقة القاهرة لكرة القدم ثم باقي المناطق طبعا كل الحكام هتصرف لا اللي هيبدأوا حكام الدرجة التانية والتالتة والربعة والنشئين والكرة النسائية وكرة الصلاة طب حلو قوي هيصرفوا حوالي 22 مليون جنيه دي المستحقات بالكامل طب حكام الدورة الممتاز هيتأجل لهم شوية لحين ما ينتهوا من مستحقات الدرجات التانية والدنيا تمشي بشكل كويس لجنة الحكام بعثت منشور للمناطق قالت افتحوا حكام افتحوا حساب للحكام حساب بنكي عشان نحط على طول مستحقاتهم بشكل فوري في احد البنوك احمدك واشكر فضلك يا رب اعتقد ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده بشكل جميل جدا والفترة ليست بالقصيرة عموما ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي على الاطلاق وشي جميل لما الاتحاد جالوا فلوس بدأ يصرف المكافآت او بدأ يصرف المستحقات للحكام اشتركوا في القناة